بالنسبة لي الأستاذة ريهام هي مسافرة عمرة بعد بكرة والحيض أو الدورة الشهرية خلاص جت فهي بتقول هتعمل ايه في العمرة سألتها انت قاعدة لغاية امتى قاعدة لنهاية الشهر فربنا يبارك حضرتك هتحرمي بالعمرة في الميقات أو قبله بتغتاسلي وتزبطي نفسك وكل حاجة وبعد كده بتاخدي النية بهذا الأمر وتحرمي بقى قبل الميقات أو يعني بموازات الميقات وبعد كده لازم تعرفي ان العذر الشرعي ده مش مانع لك من أدائك العمرة وبعد ما توصلي عليك تنتظري لغاية ما تطهرين من الحيض وبعد كده تقومي تاني بالاغتسال ثم القيام تنزلي بقى الطوفي وتسعي وتقصري من شعرك يا صاحبة السؤال للتحلل